مجلس التعليم العالي تخليدا لريادة البحرين في التعليم النظامي بتأسيس مدرسة الهداية الخليفية عام 1919 حيث ثمن المجلس اهتمام جلالته الدائم بالارتقاء بالتعليم بكافة مراحلة كما اعتمد المجلس عددا من التوصيات بفتح واغلاق برامج أكاديمية مقدمة في عدد من برامج التعليم العالي مؤكدا اهتمامه بأن تسوفي البرامج الأكاديمية كافة المتطلبات والاشتراطات التي حددتها لوائح التعليم العالي على الأصعيدة كافة وأنه لن يتهاون في هذا الجانب حرصا منه على مصلحة الطلبة في توفير خدمات تعليمية متطورة في بيئة عاملة كما وافق المجلس على تأسيس الجامعة البريطانية في البحرين بالتعاون مع جامعة سالفورد منشستر من المملكة المتحدة فضلا عن الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الجامعة الأوروبية وكذلك تكليف الأمانة العامة للمجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية تسجيل الطلبة الجدد في مؤسسات التعليم العالي وفقا لضوابط الطاقة الاستيعابية ومتطلبات البرامج الأكاديمية المتقدمة وكلف المجلس لجنته الأكاديمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعداد دراسة تهدف إلى تطوير البرامج الأكاديمية المقدمة في مؤسسات التعليم العالي واستحداث برامج أخرى جديدة في إطار اهتمام المجلس بتطوير التعليم العالي ومؤكبة التطورات في هذا المجال كما اعتمد المجلس الخطة الخاصة بتسهيل الاستثمار وتشجيعه وفقا لللوائح الصادرة بهذا الخصوص ناقش المجلس اليوم العديد من المواضيع التي تهم مسيرة التعليم العالي في مملكة البحرين ويأتي في مقدمتها للطلاع على ما قدمته الأمانة العامة من معلمات بخصوص الإجرات التي تم اتخاذها لتأسيس جامعة الهداية الخليفية والتي تأتي تنفيذا للتوجهات الملكية السامية لسيدي حضر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حيث ستسهم بعون الله تعالى هذه الجامعة في مسيرة التعليم في مملكة البحرين من خلال برامج حديثة ومتطورة كما استعرض المجلس أيضا العديد من القرارات التي تهدف إلى الارتقاء بمسيرة التعليم وكذلك تقديم أفضل الخدمات لأبنائنا الطلبة في كافة التخصصات المطروحة بحيث أن يجدون كل المعلمات المفيدة لهم في جو من تعليم أكاديمي مستوفي الشروط وفي بيئة آمنة كما وجه مجلس التعليم العالي الأمانة العامة بأن تواصل متابعة الخدمات التعليمية المقدمة في مؤسسات التعليم العالي وبالشكل الذي يسهم في التقاءها وتقديمها في بيئة آمنة كما اطلع المجلس أيضا على تغير خاصة بالبرامج الأكاديمية واتخذ بخصوصها الإجراءات المناسبة وفي إطار تسهيل الاستثمار في مجال التعليم العالي اتخذ المجلس أيضا قرارا بهذا الخصوص سوف يسهم إن شاء الله تعالى في تشجيع الاستثمار في مجال التعليم العالي وإنشاء المؤسسات التعليمية وفق الظوابط هندسية وأكاديمية متميزة وفي إطار تشجيع مؤسسات التعليم العالي أن تقدم برامجها في مملكة البحرين وافق اليوم المجلس على تأسيس الجامعة البريطانية في مملكة البحرين التي سوف تسهم بإذن الله تعالى في تقديم خدمات أيضا ترتقي بهذه المسيرة المباركة ترجمة نانسي قنقر